اجتماع مجلس الامن القومي التركي مؤخرا أكد تصميم أنقرة على إقامة المنطقة الآمنة في سوريا التي باتت تدعى في القاموس التركي ممر سلام تلته تصريحات للخارجية التركية أكدت أن أنقرة ستضطر لإنشاء المنطقة الآمنة بمفردها في سوريا في حال عدم توصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن وبالرغم من تأكيد الخارجية التركية أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور أنقرة إضافة إلى زيارة سيقوم بها المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيم جيفري لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بتفاصيله كافة إلا أن مواقف مجلس الامن القومي التركي والخارجية التركية تبين أن الأتراك باتوا اليوم أكثر عزما على إنشاء هذه المنطقة تصريحات مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا جيم جيفري الجديدة جاءت كذلك لتؤكد أن الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة باتت أقل نسبة إلى الماضي القريب فجيفري أوضح أن بلاده مستمرة في المباحثات مع أنقرة رغم الاعتراض التركي على الطروحات الأمريكية المقدمة فواشنطن ترى أن العمق المناسب للمنطقة الآمنة هو بين خمسة وخمسة عشر كيلومترا تديرها قوات أمريكية وتركية مشتركة فيما يرى الأتراك أنه من الضروري أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية وتتولى تركيا السيطرة على هذه المنطقة وإخراج ميليشيا بكيكي من المنطقة جيفري وبالرغم من وصفه الموقف التركي بشأن المنطقة الآمنة بالمتشدد وتأكيده أن هناك اعتراضات واختلافات بوجهات النظر بين الجانبين إلا أنه ذهب بعيدا في تضييق الفجوة بين آراء واشنطن وأنقرة بقوله أن واشنطن لا تركز حاليا على هذه الاختلافات كثيرا بل تريد التعامل مع كيفية عمل أمريكا والأتراك في المنطقة هذه